ايه الفرق بين HTTB وال HTTPS و ازاي نفعله على مدونة بلوجر السلام عليكم و رحمة الله و بركاته و معاكم ايمن شاوي من قناة طرق لفايل الخيل لتعليم الكمبيوتر ان شاء الله في الفيديو ده هعرفك ايه الفرق بين HTTB وال HTTPS و ازاي تضيف HTTPS على مدونة بلوجر اولا ال HTTB هو اختصال لهايبر تيكس ترينسفير بورتوكول و معناه هو نقل النص التشعبي او ال HTTPS هتلاحظ ان الفرق ما بينه هو حرف الاس هو ال HTTPS هو اختصال لهايبر تيكس ترينسفير بورتوكول سيكيور يعني معناه نقل النص التشعبي الامن المزالة هتحصل عليها اما تفعل بورتوكول ال HTTPS على مدونتك في بلوجر اولا المزالة هتحصل عليها بتعرف الزوار ان الموقع اللي هم بيستخدموه دوت موقع امن مش دار التاني حاجة هو بيساعد على كشف محاولات تغيير اي بيانات مرسلة من بلوجر لزائر عندك في المدونة وطبعا بيخلي الموقع عندك امن عشان ما يكونش فيه تتبع انشطة الزوار او سرق المعلومات اللي هم بيدخلوها على المدونة عندك زي الاسم المستخدم وكلمة السر انا هخش دلوقتي على المدونة عندي وهوريك الموضوع ببساطة دي المدونة هتلاحظ ان فيه افل هنا ظاهر على الجنب هدوس عليه بيقولك ان الاتصاد بموقع الوب بهذا امن وهتكون معلوماتك زي كلمة المرور او ارقام البطاق الاتمان خاصة عند ارسالة الى هذا الموقع يعني الموقع ده هيكون امن معي هندوس كده على url url الخاص بالموقع بتاعي هتلاحظ هنا ان موجود https طب لو حبيت اشيلها واعمل اعادة توجيه او اخش على الموقع تاني هتلاحظ برضو ان هو برضو امن هندوس هنا تاني هتلاحظ ان الاس اضافت تاني وبيعرفك ان الموقع كمان امن طب ازاي انت تدفع على المدونة عندك وتفعل برتكول https على مدونة هتخش هنا عندك على بلوجر على المدونة اللي انت عايز تفعل فيها https واندوس هنا على الاعدادات هنزل تحت هنا شوية هنا بيقولك اعادة توجيه عبر https يعني انت لو شلت مثلا ال sd ودخلت برضو على المدونة بتاحتك هيضفها لك برضو ويخللك الموقع امن لك وهيدخلك عليها تاني فادي لو كانت معمولة عندك لا فانت هتخليها نعم هو ده طريق التفعيل https على مدونتك وهنا بيديك بعض التعليمات بيقولك اذا تم تشغيل اعادة توجيه عبر https فسيتم دوما نقل زائري مدونتك الى اسم المدونة عندي وهنا البرتوكول https بيقولك يعني هيخليها كده طيب لو احنا وقفنا البرتوكول دوت وعملنا عادة توجيه بيقولك فسيتم تقديم الخدمة الزائري المدونة عندي هو اتصال غير مشفر او غير امن طيب اما فعلها هيكون الاتصال امن هو اتصال مشفر دي كل المعلومات اللي اقدر اقدمها لكم اتمنى يكون الفيديو اعجبكو لو انت اول مرة تشوف فيديوهاتي لا تنسيش تضغط لايك على الفيديو وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيه عشان تشوف فيديوهاتي جاية اول باول ولو عندك ايسف صور اكتب لي تعليم في اسفل الفيديو او رسلنا على صحباتي على الفيسبوك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته